هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كتوة كوكو وكل يورقنا تعالوا هلوموا إلينا الضموا أعموا يا زي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العبق أعموا يا زي سعالوا هلوموا إلينا الضموا أعموا يا زي مساء الخير يا أطفال أعموا يا زي أرغضوا أرغضكم الشابين اليوم أرغضكم منورين كامل إذن مرحبا بكم في حصتكم الجميلة مع أعمو يا زي يا أخي كما كنا نقولوا أنتوما سجلتوا عبر موقع الأنترنت عمويازيد.com باش تحضروا معنا في هذه الحصة وإحنا تصلنا بكم فرحتوا لما تصلنا بكم يا أطفال يا أخي عمو يا زي لما يعيدوا يفي الوفاء بالوعد إذن أنتوما تاني يا أطفال ليراكم تشاهدوا فينا إذا حبيتوا تجوا تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الأطفال ما عليكم إلا تسجلوا عبر موقع الأنترنت عمويازيد.com إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل شكو اللي يقدر يقول لي هاد اليوم هاد وش هو وفق وش هي الذكرة وش هو المناسبة المناسبة اللي نحتفلوا فيها في يوم 14 مارس شكو اللي يعرف تعرف شكو اللي يقدر يقول لي يوم 14 مارس تعرفي واسمك بنتي سلمة سدين سلمة سدين سلمة 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 كنت سكنين سلمة عنا جاء أخوك بلال اعنى الله يبارك بلال عجبك الحالك جيت هنا الله يبارك وش يصادف هو يوم الوطني لإحتجاز لذوي لذوي الحركين هيا كما يقولون المعاقين حركين ولكن نقوله لذوي الاحتياجات الخاصة لأنه يا أطفال اليوم الوطني ما نقولوش للموطني المعاق نقولو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة لأنه احتياجات الإنسان عديدة ولما الإنسان أين كان عنده أي احتياجات يدخل في هذا النطاق هذا ولكن عم يزيد جاب لكم مفاجأة اليوم رح نتكلموا عليها بعد ما نقول لكم لغز اليوم تحبوا اللغز؟ نعم يلا يا أطفال نكتشفوا اللغز وكذلك الأطفال اللي رم يشاهدوا فينا عبر الشاشة يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذا الطريق إذا حبيت الجواب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جواب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذن يا أطفال اللغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ شاطرين شاطرين إذن ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ أنتو ما شاطرين بزاف ولكن يا أطفال راح نستنعو حتى نهاية الحسة باش الأطفال اللي رم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا معنا كذلك وانتو ما كذلك تفكروا إلى غاية نهاية الحسة يا أخي أوكي وش قلت لكم مقبلة قلت لكم باللي عمويازيد جابلكم مفاجأة 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 جميلة جميلة هي أغنية تتاغنى بالمعاقوة ولكن مش نتكلموا عن المعاقوة أنا نحب لما نشوف إنسان ذوي احتياجات خاصة نتكلموا عن الإرادة لأن الإنسان هذا عنده إرادة قوية في التمسك بالحياة في ممارسة حياته العادية إذن أنا نقول أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة يلا هتقلوا معي أكثر أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عزيمة لكنني مثابر لغاياتي العظيمة زماني لو يطول تحدي لقمول سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة زماني لو يطول تحدي لقمول سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عزيمة لكنني مثابر لغاياتي العظيمة أنا مثلي كالشباب أنا المعاقو أنا المعاقو أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر إله ربي قادر أرادني عزيمة لكنني مثابر لغاياتي العظيمة أنا حلم في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغاياتي لغاياتي العظيمة أنا حلم في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغاياتي لغاياتي العظيمة أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عزيمة لكنني مثابر لغاياتي العظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاياتي العظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغاياتي العظيمة برافو 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 بيليل عجبتك الأغنية؟ عجبتك هاي لا مما تشاركت معنا الله يبارك الله يبارك الله يبارك بيلال يلا هلا هلا إذن يا أطفال اليوم كلفنا الباحثة بشديننا بحث عن شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري اليوم نتعرفوا معا عن شخصية محمد شعباني يلا معنا مساء الخير يا أطفال يوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد محمد شعباني ولد المجاهد محمد شعباني في 4 سبتمبر عام 1934 ببسكرة كان عسكريا ومجاهدا أثناء الثورة التحريرية الجزائرية برتبة عقيد بعد التعليم الابتدائي في بسكرة انتقل إلى قسنطينة عام 1952 للدراسة في معهد الشيخ بن باديس وهناك اكتشف الالتزام السياسي وأهمية الكفاح المسلح من خلال صحف جمعية علماء المسلمين الجزائريين شارك في أولى العمليات عند اندلاع الثورة ثم أصبح كاتبا ومساعدا لسي الحواس في منطقة الصحراء ترقى إلى رتبة ملازم وفي أفريل عام 1958 أصبح ضابط أول سياسي وسنة 1959 عين على رأس منطقة ثالثة من الولاية السادسة بعد استشهاد العقيد سي الحواس خلفه على رأس الولاية السادسة واشتهر بكونه أصغر عقيد في العالم كان له دور في توسيع العمليات العسكرية في الجنوب الكبير خاصة بعد اكتشاف البترول وسعي فرنسا إلى سياسة تفصل الصحراء توفي في 3 سبتمبر عام 1964 في مدينة وهران شكرا 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 يا أطفال شكرا إكرام محمد الشعباني رحمه الله كان أصغر عقيد في الجيش في العالم يعني شيئنا تزو به واش تقولوا يا أطفال واش رايكم تحبوا اللعب الخفة؟ عبوا إذن الآن رح نعيده كامل لعم ويوز وقيم بوز اللي جونا من مدينة بيجايا يلا تفضلوا ترجمة نانسي قنقر 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 شكراً 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 عمو يوز شكراً يا أطفال تحبو حكاية عمو يزيد نا إذاً عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية البخيل والمغرور يلا يا أطفال كما وعدكم رايح اليوم نحكي لكم حكاية البخيل والمغرور شكرا 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 أفيد حبه الحكاية واحد النهار كان هذا سالم هذا سالم هذا كان إنسان مغرور مغرور كان لبس به عنده المال إذا لما يمشي هكذا في المدينة الناس قاعد يخافوه والناس قاعد يرهبوه لأنه متكبر ومغرور كذلك قاعد يمشي هكذا يمشي كان واحد الحمال المسكين جاي بالسبغة السبغة هذي سي البنتورة اللي يسبغوا بها الحويش كما يقولون الالبسة كان رفضها مسكين هذك المسكين الحمال رفضها هكذا ومبعد هذك سالم المغرور والمتكبر تخل فيه تخل فيه هكذا كي تخل فيه لأخر طاح هكذا مسكين وطاحته السبغة في الأرض هكذا وهذك السبغة لتخطط طياب بتاع هذا السالم المغرور وبعد قاعد يزقي عليه وقاعد يضرب فيه هكذا قال له دركها الملابسة على التختالي دركها تعود تخلصها دبر راسك وكذا وكذا والناس قاعد خافوه وهو انهاب على هذك المسكين هذك الحمال المسكين بالضرب وقاعد بالشتم وكذا يعني مغرور ومتكبر ومن بعد كان واحد الطفل واحد الشاب وسماء ابن كبير تجار إنسان متربي متخلق كان مر من تما شافوا قالوا وش راك تدير عشي كدر في السيد هذا وش ده اللي قالوا لطاقة ثيابي واستخليقه حويجي وكامل لازم يدفع دمانهم هذي قالوا خلاص قالوا حبس قالوا ما زيتش تضربوا أنا أنا نخلص لك الثياب تاع قالوا الثياب تاعك ش هيسوا هو ما يسواش بزاف ما هو قالوا أعطني مئة دينار لاخر راح عند بابه جب مئة دينار رعطاهم له جاري حاذك المغرور حبسه وساما قالوا لا لا أنا دركت فعت لك الثياب تاعتيهولي خلصتو دركت نحيه تاعتيهولي في السوق شفتو الحيلة ومن بعد هذيك السالم قاعد في حيرة دركت صح الاخر تفعله الحق تاعتيهولي وورا ولابسو ومن بعد جاوا الناس داروا قالوا شوفوا أني خلصتو في الثياب وما حبش يعطيهولي وكذا وكذا ومن بعد الناس قاعد داروا كامل ومن بعد أصبح هذك المغرور أصبح يحلل في هذك وساما يقولوا لا لا خلاص قالوا نعود نشتريه عليه قالوا لا لا أنا مئتين دينار دركة باش نبيحهوليك اللباس هذا باش شوفوا الحكمة وكيفاش الذكاء حتى ولو يحاولوا فيه الناس قالوا لا لا مئة دينار وقول لي حلل فيه واسمح لي وكذا وكذا قالوا شوف نقدر نسمح لك في حالة واحدة فقط أنك تطلب سماح أنك تستسمح هذا الحمال المسكين البسيط اللي قهرتو واللي حقرتو استسمحوا باش نسمح لك إذن تعتع راسو هكذا هذك سالم هذك المغرور هذك البخيل ولأنه بخيل ما قدرش يخرج درهم كذلك عبتت راسو هكذا وقال له ايه اسمح لي خلاص مازيش نعود وعطاله عشر دانانير قال له اسمح لي عم يازيد كسمة هذه الحكاية نقدر نقول لك هذه هي عاقبة المتكبر بالضبط هذه هي عاقبة المتكبر وكما قال الله تعالى وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَةَ صدق الله العظيم يعني أجبتك الحكاية يالله بنتي هيا النوضو هيا السنين ويني وشكي لابسها واسمك ريتاج شحال في أمرك كاتخون واسمها بالعربية كاتخون شحال في أمرك كاتخون وبالعربية كاتخون أربع سنين 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 وينت سكني بيجو برافو شكرا شكرا يا أطفال سوف أقطرح لكم أنكم الذين لديوا نقطة جميلة يجي أخبرها يا أخي شكرا شكرا لديك جميلة أروحي بنتي تعالي تعالي أقادي 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 واسمك خديجة مين جنتي خديجة باب زوار باب زوار تفضلي أعم وأنت اللي غنيا غنيا آيا بازي يلا أغنيا معلمي نلعب في مصراتي ما نشتهي ملاعبي وللدروس نرجع فوقتنا من ذهب فدمت لي معلمي أنت هنا مثل أبي أنت هنا مثل أبي براو 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 شكرا لديو نقطة جميلة عندك نقطة تعالي تعالي أخادي ابنتي واسمك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم من جنتي؟ من جزائي واسمك؟ مريم يعطينا النقطة لديك دراهم بابا ميت حسبوش وزربيتي ماما تطبقش هذا لغز هذا؟ ايه تعرفوه؟ ايه انا في زربيت بابا ميت تطبقش هي اسمه يا اخي اسمه؟ اسمه؟ اسمه ونجوم ونجوم اوكي دراهم بابا ميت حسبوش الله يبارك اسمه ونجوم هرواحي بنتي هرواحي بنتي واسمك؟ سيرين ما حال في عمرك؟ ثم سنين ونصف أين تسكني؟ فتزايل فتزايل حكينا النقطة واحدة اربعة تلاق سبعة من عمر قال سبعة من عمر قال له ميني شفالك يا صاحبي منحيش في جا ما بدلش في يا هاهاهاهاه فبدل فبدل تعال 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 عنديك نقطة؟ 예 ما كولا عنده نقطة؟ نا هرواح الأن هرواحي بنتي واسمك؟ لينا لينا شح الفعملك لينا خمس سنين ونصف فدويرة فدويرة حكينا نقطتك يلا لا لا واحدة خطأ راجل لا شرة تمر لا فتح واحدة القاهم دودة فتح تانية القاهم دودة فتح تلتة القاهم دودة تفضل وكلا كلش هذا بخيل هذا بخيل تعال تعال تفضل واسمك؟ عليكم السلام واسمك؟ محمد ريضة في الرئيس في الرئيس شحال في عمرك؟ 10 سنوات الله يبارك كيف تقول لكم؟ أستاذ سألت المتاع وقال لي من تدخل لك المفهمة؟ قالوا تدخل لي مؤدني اليوم ومؤدني اليسرى مؤدني اليسرى كدر تعالي 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 نحن تهربة تعالي 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 تحن في أمرك؟ تسعة سنين الله يبارك حكي لنا نفتتاك؟ قال لك هذا وحدة التلميذ كان بغي يدي الكوبيات في الاختيبار أي يكتبوا فلسطيكة تلق متجا كي يكتبوا الكوبيات جر معلمي صحة الورقة أي يلقى في أخي الورقة يلقى موت إنشين الواحي تعالي 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 خلو هدج والله بلاقل بلاقل تمد تاني تكلم ت celebrating الأول كوً Jun ما اسمك؟ ك ning أبتظوًا يبارك أحكي لنا نقطتها متى غنيا عند غنيا؟ أي حكينا غنيا؟ يا أطفال عندي عندي أطفال غنيا تالأطفال؟ أغنيها بنتي يا أطفال يا حلوين يشربوا الحليب للصحة والقوة يسألوا الطبيب يشرب على مهلك وشؤور الإله لازم تشكر ربك أبداً ما تنسح برافو 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 بنتي برافو الله يبارك الله يبارك واسمك؟ مرهو ما هي المرهوة؟ قليعة ما أعلمك؟ 6 هل لديك نقطة أو لونية؟ نقطة واحد الرجل وليده محاولين واحد يشوفوها زوج وثلاث يشوفوها زوج وقالوا أطيني أفرك انت ولا عمي قالوا رح رم عندي ويشدرعهم رح الديخوك وروح الله يبارك هرواح يتيبت تعال تعال لا يبارك لا يبارك يا أطفال الحقنا درك إلى الجواب عن اللغز إذن ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ لا يبارك حسنا نسقسوا بلال وما هو بلال؟ قلم قلم الله يبارك الله يبارك القلم القلم سيالة بقرة سيالة 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 نقطة لا لا قالها بلال الجواب عن اللغز هو القلم وحنا شكرا شكرا وحنا الطفل أعطي لي الهدية أعطي لي الهدية والا الهدية احنا في كل مرة اللي يسيب الجواب عن اللغز نعطوله هدية الهدية هذه تتمثل فيه سيدي قرص فيه أغاني الأطفال عم ويازيد مدرستي اللي قدروا تسيبه في الأسواق وكذلك عندنا قبعة من كاسكت مع أم ويازيد تحميك إن شاء الله من أشيعة الشمس الضارة والا هايلة هايلة هاولك الهدية تاوبنتي والا يا أطفال الحقنا لركن عيد الميلاد والا اليوم عندنا عيد الميلاد نصر الدين وعيد الميلاد أيوب تعالوا 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 نصر الدين وأيوب تعالوا 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 أروح أروحوا لدي منا تعالوا تعالوا إذا يا أطفال أصدقائنا راحين يروحوا يجيبونا نلقاتوا وتعالوا نصر الدين وأيوب وحنا نقول لهم عيد ميلادك سعيد التحقبية تعالوا يلا يلا عيد ميلادك أحد عيد ربك تبلك عمر جديد الله الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من القبيل في نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفرا شرح يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفرا موسيقى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا لسها نمرا غني نفرا ونعش أحلى الأوقات لسها نمرا غني نفرا ونعش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها ليلى حلوى يا محناها بس مكنتا زيبناها ليلى حلوى يا محناها موسيقى باب الله يدعولوه واصحابه ويبردولوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل سبعة ستة خمسة ببعة ثلاثة جوش واحد يلا برافو برافو إذا يا أطفال يا أطفال عمو يزيد تاني جاب لكم هدية هدية اليوم كامل كيت تخرجوا منها كامل عندكم شهادة هاد شهادة هدي شهادة مشاركة زيادة على البوستر هدا عندكم شهادة مشاركة كامل تدوها معكم للدار باش تدلوا لها كادر وتحتافظوا بها يا أخي شابة شابة اوكي هادي تا أيوب 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 ولا أيوب أعطي له وهادي تا نصر الدين بكرار نصر الدين وانتوما كذلك راح نكامل تدو شهادة تحكم اليوم معكم داكور إذا نقطعوا القاطو وأنا نقول لكم ما بقى لي إلا نقول لكم بقوى الأخير استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة سلام لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين موعد جديد مع عمه يازين